اشتركوا في القناة الذي لم يتأخر يوما عن دعم بلده أدلى مدرب وستهام دافيد مويس بتصريحات الإعلام الإنجليزي تكلم فيها عن لاعبيه وخاصة بالذكر القائد ديكنان رايس الذي قال أنه يسوي أكثر من جيرليش المنتقل السيتي وأيضا لاعبه الجزائري رياض أو سعيد بالرحمة مويس قال أن بالرحمة قدم فترة تحضيرية جيدة جدا وأنهم ينتظرون منه الكثير في الموسم الجديد خاصة بعد أن تجاوز حاجزة أقلم مع الفريق وأيضا مع أجواء البريمير ليك موسم موفق وكبير إن شاء الله لسعيد بعد أن ضيع لقاء كايزر سلاوتر الأمس في الكأس يبدو أن الدولي الجزائري رامي بالسبعيني التجري تضيع الجولة الأولى من الدوري الألماني أيضا حين يواجه نادي بوريسيا مونشي جلاتباخ نادي بايرن ميونيخ مدرب بوريسيا إيدي هوتا وبعد نهاية لقاء الكأس يوم أمس سئل عن وضع بن سبعيني وعن عودته وهنا قال أن رؤيته ضد بايرن ليست أكيدة وأنه لم يستأنف تدريبات بعد وعن وضعه بشكل عام رفض هوتر الإجابة وقال أن هناك علامة استفهام وصفها بالكبير حول وضعه وهو أمر لا يبدو مطمئنا بن سبعيني وكما سبق واشرط يعاني من إصابة على مستوى الفخص ويكون قد دخل أسبوعه الثالث من الغياب هاجم الدولي الجزائري أندي ديلور جمع هيرنديه مونفولي على خلفية حضورهم المحتشم في لقاء مارسيليا يوم الأحد الماضي في افتتاح لقاءات الدور الفرنسي في لقاء إنهزم فيه ديلور وزملائه بثلاثة أهداف لهدفين أندي وفي تصريعات الإعلام الفرنسي قال أنه لم يسبق له وأن عاش هذه اللحظة في مونفولي ويقصد عفوا جماهير الخصم أكثر من جماهير ناديه مشيرا إلى أن الجماهير غائبة منذ ثلاث سنوات ولا يعلم لماذا لم تحج للملعب بقوة لدعمهم كشف التقارير الفرنسية أن الدور الجزائري ولعب نادي ماتس فريد بولايا قد تلقى في الفترة الأخيرة عرضا وصف بالضخم من الدور الأمريكي الأمالاس من دون ذكر النادي المعني بهذا العرض ذات التقارير قالت أن بولايا ووكل أعماله رفضوا هذا العرض حيث يرى فريد أنه قادر على البقاء في أوروبا وفي نادي كبير أيضا حتى أنه قرر مغادرة ماتس لأن طموحه هو اللعب في مستوى أعلى الدولي الجزائري وبحسب الصحف الفرنسي محمد طوباش يملك عديد العروض اللافت أنه ليس من بينها عرض من مرسيليا أما عن وجهة اللاعب فقال نفس المصدر أنه يصر على اللاعب في إسبانيا تبقى عام من عقد الجزائري لعب الخضر يصر على الرحيل لكن إدارة ماتس لن تسمح له بذلك إلا في حال حصولها على رقم كبير لن يقل عن خمس ملايين أورو أتوقع رحيله قبل نهاية الميركاتو انضمت صحيفة توتوسبور الإيطالية الشهيرة لركب الصحف والمواقع الكبيرة التي تؤكد نهاية مسيرة الدول الجزائري أدم الناس مع نابولي وقرب رحيله حيث قالت توتوسبور اليوم أن آدم يعتبر آخر مصادر تدعيم الخزينة النابريطانية ذات المصدر قال أن ناديم مونزا الناشط في الدرجة الثانية قدم عرضا كبيرا يصير مجمله لـ 16 مليون أورو عرض زائد مكافآت وهي تنتظر موافقة اللاعب وناديه ملاحظة فقد سبق وأشرت قبل عصرة أيام لعرض مشابه تقريبا المهم وبحسب مصادر سابقة والناس يرفض رفضا قاطعا اللاعب في الدرجة الثانية أو حتى خارج أوروبا ويصير إما على التجديد أو الرحيل لوجهة تكون جيدة خاصة أنه مطلوب بقوة لكن إدارة نابولي تريد رحيله لنادي يدفع الأموال بكثرة ونشير هنا إلى أن أحسن العروض هي عروض أطاننطا يونايتد الأمريكي الذي قدم 15 مليون دولار وعرض مونزا الذي أشرت إليه قبل قليل مع اقتراب بداية الموسم يقترب الدولي جزائري محمد بن خماسة من الخروج من ناديه مالاقا تقارير إسبانية كشفت أن المدرب وإدارة مالاقا قرروا بيع بن خماسة في الأيام المقبلة نادي مالاقا تعاقد بالفعل مع لاعب جديد في الوسط وبن خماسة الذي لم يكن يملك أصلا مكانا في التشكيل الأساسية يبدو أنه لن يملك مكانا حتى في المجموعة بالمناسبة حقب بن خماسة ينتهي الصيف المقبل يعني يمكن أن يصر على البقاء أيام قليلة بعد وصوله لنادي أيبار لن يكون بمقدور الجزائري عفوا يانيس رحماني التدرب مع بقية زملائه بعد أن أثبتت الفعوصات التي خضع عليها يوم أمس إصابته بفيروس كورونا صحيفة آسل إسبانية شهيرة قالت أن رحماني لا يعاني من أي أعراض لكن رغم ذلك سيظل في الحجر لغاية زوال الفيروس رحماني سيوصل العمل في المنزل من أجل التواجد في الفورما مع بداية الموسم لأنه يعول على تقديم موسم كبير ولم لا التواجد مع المنتخب الجزائري مستقبلا فرحات اتفق مع ترابزونسبور فرحات لم يتفق فرحات اتفق مع سترازبورغ فرحات لم يتفق وأخيرا فرحات اتفق مع مارسيليا لكن صحافة النادي نفت الأمر جملة وتفصيل اليوم واللاعب لم يتفق تقارير فرنسية قالت أن فرحات يوجد فعلا ضمن أجندة المدير الرياضي لكنه لم يتفق وليس حتى أولوية لدى نادي الجنوب الذي يفضل لعبين آخرين وضع زين معقد جدا وأتمنى أن يجد حلا سريعا انتهى أخيرا مسلسل انتقال الدولي الجزائري رشيد غزال لنادي بيزيكتاس فبعد شد وجذب كبيرين وإشاعات وأخبار كثيرة وربط غزال بهذا النادي أو ذاك من داخل وخارج أوروبا انتهى المسلسل بانتقال رشيد للنادي الذي يريد بيزيكتاس التركي غزال وصل اليوم الثلاثة إلى إسطنبول العاصمة التركية وحظي باستقبال الأبطال أين سيتجاوز الفعصات التبية للتوقيع مع ناديه وكما سبق وأشرنا كثيرا سابقا غزال سيتقاضى راتبا يقدر أو يبدأ من 2.5 مليون أورو ويمكن أن يسر لثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ويوقع على عقد لثلاث سنوات إلى ذلك وقبل وصول الحلقة الأخيرة من المسلسل كانت تقارير إنجليزية قد كشفت أن نادي هيرتا برلين الألماني قد حاول مع الجزائري في آخر لعظته قبل قرار انتقاله النهائي مصادر ألمانيا قالت أيضا أن غزال حظي باهتمام من نادي الهيلار السعودي الذي لم يسبق لي وأن أشرت إليه سابقا أشرت فقط لنادي النصر إضافة إلى قلطة صراعي الغريم لكن غزال فضل بيزيكتاس ولا شيء غيره إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى المصادر في صندوق الوصف لمن يريد التعمق في أخبار اليوم أو التأكد منها لقاؤنا إن شاء الله سيتجدد غدا في نفس الموعد في نفس التوقيت بداية من الساعة التاسعة مع جديد كثير من أخبار لعبنا المنتشرين في كل أسقع العالم السلام عليكم اشتركوا في القناة